السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد وحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله تعالى وغفر له طبعا ما زلنا في كتاب الحدود وغيرها والذي عقده المصنف رحمة الله عليه ووقفنا عند باب الترهيب من الزنا سيما بحليلة الجار والمغيبة والترغيب في حفظ الفرج هذا الباب باب عظيم أورد فيه المصنف رحمة الله عليه جملة طيبة من الأحاديث المرهبة من اقتراف الزنا ويشير من خلال هذه الأحاديث إلى أن الزنا مع كونه عظيمة من عظائم الآثام وكبيرة من كبائر الذنوب إلا أنه درجات إلا أنه درجات فالزنا بحليلة الجار يعني زوجة الجار أعظم من الزنا بغيرها والزنا بالمغيبة التي غاب عنها زوجها إما لجهاد إما لطلب علم إما لتجارة إما لمهمة من المهمات لأي غرب فالسطو على بيت الإنسان والزنا بامرأة هذا الرجل للذغاب أعظم من الزنا بغيرها وأيضا ذكر مجموعة من الأحاديث التي فيها الترغيب في تحصين الإنسان لفرجه والزنا محرم في جميع الشرائع وأجمعت الأمم في الأواخر والأول على حرمة الزنا وعلى أنه أمر قبيح ولذلك جميع الأنبياء جاءوا بحرمة الزنا وأصحاب العقول السليمة والفطر النقية مجمعون على حرمة الزنا والزنا آثاره مدمرة الزنا يفسد الفراش وتختلط بسببه الأنساب ويحصل عدوات وأحقاد لأن الله جل وعلا فطر الناس على الغيرة وفطر الناس على بناء البيوت وأما الزنا فهو يهدم البيوت ويشتت الأسر ويزرع الكراهية ويكدر الصفو ويجعل الجنس الإنساني معرض للعيش الفوضوي حتى أن الإنسان لا يعرف نسبه ولذلك جاءت الشراع كلها بتحريم الزنا وأهل العقول السليمة أيضا يرون هذا الذنب ذنب قبيح مما يؤكد على خطورة الزنا أن الشريعة حرمت جميع الوسائل المؤدية إلى الزنا جميع الوسائل التي تقود إلى الوقوع في جريمة الزنا محرمة يقول الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجه يقول جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن أيضا ربنا جل وعلا يقول وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن قل جل وعلا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا قل جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله آفورا رحيم نصوص كثيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نهى عن الدخول على النساء نهى عن الدخول على النساء سنذكره هذا فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحم قال الحم الموت وأيضا قال عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وهذا كله يؤكد على أن الوسائل لها أحكام المقاصد وأن الوسيلة إلى المحرم محرمة كما أن الوسيلة إلى الواجب واجبة ولذلك نجد الشريعة الإسلامية أحاطت مسألة الأعراض والأنساب والنسل بسياج من الأمان بسياج من الأمان حتى لا ينهدم هذا الأصل العظيم الذي يعني هو أصل بقاء الإنسان جنس الإنسان ما يمكن أن يبقى من دون معرفة نسبه أو ما يمكن أن يعيش الناس بمثل هذه الفوضى بحيث أن المرأة تبذل بضعها لكل أحد فجاءت الشريعة وحرمت ذلك وكان الزنا موجود في الجاهلية ولذلك جاء لما بعث الله نبيه صلى الله وسلم أبطل هذا الأمر وحرم إكراه الإماء والجواري على الزنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا فانتهى مسألة الزنا لكن يبقى ذنب عظيم وخطيئا من الخطايا ومعصية من المعاصي ولذلك يحذر الإنسان من الزنا وذرائعه ووسائله وأسبابه وسنذكر الأحاديث ونعلق عليها تعليقا يسيرا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السالق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم أبو داود والنسائي حديث عظيم الشاهد منه لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن وهو مؤمن يعني كامل الإيمان كامل الإيمان لأن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الأحاديث التي فيها نفي الإيمان فيما يخص الذنوب والآثام غير الشرك بالله عز وجل فإن المقصود نفي كمال الإيمان وليس نفي صحة الإيمان إلا في حالة واحدة إذا استحلى الزنا إذا استحلى الشخص الزنا قال هو حلال وأقيمت عليه الحجة وأوصلت له الأدلة فأصر على ذلك نعم يكفر لماذا؟ لأنه أنكر أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة ربنا جل وعلا يحرم الزنا يقول له حلال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الزنا يقول هو حلال أهل الإسلام مجمعون على حرمة الزنا وهو يقول لا حلال هذا يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام أما المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتي بالأشياء التي يصح بها إسلامه لو ارتكب فإنه ارتكب أمر عظيما وذنبا كبيرا وخطيئة نسأل الله العافي والسلام لكن لا يخرج من الإيمان بالكلية لأن الذين يقولون بخروج أصحاب الذنوب من الإيمان هؤلاء الخوارج الوعيدية أما أهل السنة فيقولوا لا الإيمان يزيد وينقص الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان وينقص بالعصيان لكن الزنا والعياذ بالله بريد الكفر الزنا بريد الكفر يعني بمعنى أن الإنسان إذا استمر الزنا وجعله عادة ربما قاده إلى الكفر نسأل الله العافية والسلامة ولذلك تجد بعض هؤلاء الشهوانيين الذين يلحدون نسأل الله العافية والسلامة أو يخرجون من الإسلام إذا تتبعت أحوالهم وسيرهم تجدهم أوغلوا في هذه القاذورات وتلطخوا في هذه النجاسات حتى ألفوها ولذلك يرون أن الدين قيد وسجن فيريدون أن يتخلصوا من هذا القيد ومن هذا السجن باعتقادهم طبعا ليذهبوا فيسقطوا مع هذا الأمر ولذلك العلماء يحذرون ويبينون بأن الزنا بريد الكفر نسأل الله يعني طريق إلى الكفر حتى أنا كنت أتعجب من مثل هذه الألفاظ ولذلك بعض الناس والعياذ بالله مسلم مؤمن فيقع في بعض المعاصي فينقص إيمانا لكن لما يألف الخطيئة ويستمر المعصية يألفها قلبه ويشرب حب هذه المعصية وربما أخذه الشيطان لأن الشيطان خطوات يا أيها الذين أم لا تتبعوا خطوات الشيطان ربما نقم على الإسلام وعلى الإيمان فخرج من الملة بسبب هذه الشهوة نسأل الله العافية والسلامة وإلا الأصل أن المسلم إذا زنى فإنه لا يكفر الكفر الناقل ولذلك هذا الحديث لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن لا يعني وهو مؤمن الإيمان الكامل الإيمان الكامل لأن الإيمان شعب فإذا ذهبت شعبة بقيت بقيت الشعب وهكذا ولذلك أنبه على هذا لأنه قد يحصل أن بعض الناس ربما يفهم فهما مغلوطا الحديث الثاني قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم مرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق يلجمع رواه البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل دم مرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا في إحدى ثلاث زنا بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصرب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها رواه أبو داود والنسائي طبعا حديث عبد الله بن مسعود وحديث عائشة الشاهد منه أن الزاني على ضربين وقسمين زان محصن وزان غير محصن أما الزاني غير المحصن البكر سمى البكر سواء كان ذكر أو أنثى فإن حكمه جلد مئة والدليل على ذلك قول الله عز وجل الزانية والزان فاجردوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولذلك جاء في الحديث البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام فالإنسان الذي يزني وهو بكر سواء كان ذكر أو أنثى يجرد مئة سنة ويغرب عام في قول جماهير أهل العلم واختلف في الأنثى هل تغرب أم لا على قولين مشهورين وهذا بحثه في كتب الفروع أما المحصن فالرجم ما معنى المحصن هو الذي تزوج تزوج وسواء زنى أثناء زواجه أو بعد طلاقه أو بعد وفاة زوجته مثلا المهم أحصن يعني تزوج دخل على مرأته هذا يسمى محصن هذا حده الرجم حده الرجم حديث عبد الله بن مسعود حديث عائشة لا يحل دم ممرئ دم ممرئ مسرم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني الثيب عن المحصن ويطلق الثيب على الرجل وعلى المرأة وأيضا الحديث الآخر زنى بعد إحصان بعدما أحصن وقد جاءت آية قرآنية نسخت لفظا وبقيت حكما الشيخ والشيخة إذا زنى فرجموهما البتة فرجموهما البتة جزاء نعم الشيخ والشيخة إذا زنى فرجموهما البتة بما ذاق من اللذة أو كذا نعم اللفظ الآية المنسوخة إن الله عزيز ونحكيم هذه نسخت لفظا وبقيت حكما وأيضا حديث المسعود وحديث عائشة وحديث أيضا رجم ماعز الأسلمي ورجم الغامدية وهذا يدلنا على فضاعة الزنى نسأل الله العافية والسلام وبالمناسبة الذي يقيم الحدود من هو الإمام السلطان الحاكم فليس لأفراد الناس وأحالي الناس أن يقيموا الحدود هذه منوطة بولاة الأمر منوطة بالحاكم فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا نعايا العرب يا نعايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الزنى والشهوة الخفية رواه الطبراني بإسنادين أحدهما صحيح وقد قيده بعض العلماء أو بعض الحفاظ الرياء الرياء بالراء والياء بالراء والياء حديث هذا حديث عظيم النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا نعايا العرب يا نعايا العرب مأخوذ من النعي كأنه ينعى عليه الصلاة والسلام ما سيقول عليه الحال بالنسبة للعرب يقول إن أخوف ما أخاف عليكم الزنى والشهوة الخفية طبعا الحافظ رحمة الله عليه قال بأن بعض الحفاظ قيده بالرياء بالياء الراء بالراء والياء الرياء لكن قال المحفوظ بأنه الزنى الزنى لذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاف على هذه الأمة قال إن أخوف ما أخاف عليكم الزنى والشهوة الخفية الشهوة الخفية قيل العجب العجب أن يعجب الإنسان بنفسه وكذا لأن هذه الشهوة تقوده إلى مهانك والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر الأمة من الزنى وأنه حاصر فانتبهوا واحذروا وهذا مما كان يخافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى هل من مكروب فيفرج عنه فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا نسأل الله العافية رواه أحمد والطبراني واللفظ له هذا حديث عظيم يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أبواب السماء تفتح نصف الليل تفتح نصف الليل وهذا ليس بينه وبين حديث ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فهذا الحديث فيه بيان وذكر تفتح أبواب السماء تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد يعني من الملائك هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى هل من مكروب فيفرج عنه بذلك الإنسان ينبغي أن يكون له حظ من قيام الليل لا سيما الذي يعني مكروب مثلا أو يمر في يعني ضيق أو شيء من هذه الأمور وحتى من ليس يعني فيه ليس يعيش كربة أو شيء القيام الليل شأن وداء بالصالحين الشاهد هنا أن الله عز وجل يستجيب لكل من قام من بعد منتصف الليل يدعو الله سبحانه وتعالى إلا إلا جنسين زانية تسعى بفرجها والعياذ بالله وعشار العشار هو المكاس الذي يعني يأخذ الأموال من الناس ظلما ظلما نسأل الله سبق الحديث عن هذا في باب مستقل وزانية تسعى بفرجها زانية يعني لم تتب لم تتب وإنما لأن في الغالب أن الخبث هذا في الليل يعني البغايا يخرجن في الليل والليل تخرج فيه البغايا ويحصل للزنات الاختباع عن أعين الناس والاختفاع عن أعين الناس فيمارسون الزنا نسأل الله العافية والسلام وهذا يدلنا على أن الواقع في المعصية خاصة الزنا وأيضا العشار وهو مرتكب لهذا غير تائب غير تائب لا يقبل الله سبحانه وتعالى دعوة وعن سامر بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت الليلة رجليني أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة إلى أرض مقدسة فانطلق إلى ثقب مثلث التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا وإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء الحديث وفي رواية فانطلقنا على مثل التنور قال فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضو ضو الحديث وفي آخره وأما الرجال والنساء العرات الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني رواه البخاري وتقدم بطوله في ترك الصلاة هذا الحديث لعلكم تذكرون شرحناه في بدايات الكتاب وذكرنا أيضا بأن عقوبة الحديث فيه ذكر عقوبة أجناس من الناس منهم تارك الصلاة وهنا ذكر الزنات والزواني والعياذ بالله يحشرون في مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع أعلاه ضيق وأسفله واسع وهذا الثقب مثلث في نار جهنم نسأل الله العافية والسلام فتأتيهم النار من تحتهم ويرفعهم لها فيصيحون ويصرخون حتى يصلون إلى فوهة هذا الثقب فإذا خمدت النار نزلوا ورجعوا إلى ما كانوا وهكذا يعذبون إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى ولذلك الإنسان الذي أباح الله عز وجل له الزواج وأباح له التعدد فانكحوا ما طاب ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع كيف العاقل يرضى أن يذهب إلى اللحم العفن الفاسد ويترك اللحم الطيب الله سمى النكاح والتعدد فانكحوا ما طاب لكم ما طاب وذاك خبيث لحم خبيث وفعل خبيث فلذلك الإنسان عليه أن يتبصر عليه أن يتبصر وأن يحذر وأن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين أنا نائم أتاني رجلاني فأخذ بضبعي هذا الضبع يعني من هنا حمل النبي عليه الصلاة والسلام فأتى يا بي جبلا وعرا أتى يا بي جبلا وعرا فقال اصعد فقلت إني لا أطيقه فقال إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بأصوات شديدة فقلت ما هذه الأصوات قالوا هذا عواء أهل النار عواء أهل النار تعرفون بأن العواء عواء يطلق على الذئب وعواء الذئب مخيف نسأل الله العافية والسلامة ونباح الكلاب مخيف عواء أهل النار يعني يصرخون ويصيحون كما يعوي الذئب ثم انطلق بي أو انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم العرقوب هو أسفل القدم من الخلف معلق مشققة أشداقهم تسيلوا أشداقهم دمى قال قلت من هؤلاء قيل هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم فقال خابت اليهود والنصارى فقال سليم ما أدري أسمعه أبو أمامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيه أم شيء من رأيه ثم انطلق بي أو انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا وأسوأهم فقلت من هؤلاء فقال هؤلاء قتل الكفار نعوذ بالله أشدهم انتفاخا وأنتنهم ريحا وأسوأهم منظرا منظرهم قبيح ثم انطلق بي أو انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم الملاحيط أعاذنا الله وإياكم اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أقوام أشد شيء انتفاخ منتفخين والعياذ بالله تعرفون الانتفاخ هذا يعني هو مرض والانتفاخ هذا عقوبة وأنتنه ريحا من أشد الناس ريحا كريهة شبهه من السلام قال كأن أداة حرف تشبيه كأن ريحهم المراحيط كرمكم الله كرم الله كل من يشاهدنا ويسمعنا المراحيط الحمامات الفضلات التي تخرج من الإنسان وما يحصل بعد ذلك من ريحنتنا قلت من هؤلاء قال هؤلاء الزانون والزواني نعوذ بالله هؤلاء الزانون والزواني سبحان الله العقوبة جزاء وفاق والعقوبة من جنس العمل لأن هذه قاذورات ولذلك عوقبوا بمثل هذه الرواح وبمثل هذا المنظر ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات قلت ما باله هؤلاء قيل هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن يمنعن أولادهن ألبانهن يعني تمنع الولد لبنها رغبة في الرشاق والصحة وكذا على حساب هذا الولد المسكين ثم انطلق بي فإذا أنا بغلمان يلعبون بين نهرين قلت من هؤلاء قيل ذراري المؤمنين ثم شرف بي شرفا يعني ارتفعوا بي فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم قلت من هؤلاء قال هؤلاء جعفر يعني ابن أبي طالب وزيد ابن حارثة رضي الله عنه وابن رواحة تعرفون هؤلاء هؤلاء قادت غزوة مؤتة الذين قتلوا في غزوة مؤتة جعفر الطيار جعفر أبي طالب وزيد ابن حارثة والد أسامة الذي كان يقال زيد بن محمد الشخص الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن فلما قضى زيد منها وطرا وابن رواحة عبد الله بالرواحة قال ثم شرف بشرفا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة قلت من هؤلاء قال هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك اللهم صلي على محمد رواحة بن خزيمة وابن حبانة في الصحيحيهما واللفظ لابن خزيمة قال الحافظ ولا علة له ولا علة له وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زن الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان رواه الترمذي واللفظ له هو الترمذي رواه وابو داود عفوا واللفظ له هو الترمذي والبيهقي إذا زن الرجل خرج منه الإيمان خرج منه الإيمان ليس خروجا بالكلية وإنما حال مواقعته الزنا فإذا تاب عاد إليه وذكرت قاعدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهذا التعبير ذكر العلماء أنه من باب الزجر والتهديد مثل قول الرجل فلان لا عقل له عنده عقل لكن عقله ناقص يقول فلان لا عقل له أو إذا ارتكب شيء قالوا لا عقل له مع وجود عقله ولذلك الأهل السنة لا ينفون صحة الإيمان على من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب إلا الشرك بالله إذا أشرك بالله خرج من الإسلام والإيمان وأما بقية الذنوب فلا هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة وعن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد شرب يعني الخمر فقال يا أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله فمن أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ثم قال ولا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن وهو مؤمن نبي عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا الحديث يبين بأن الإنسان إذا ارتكب ما يوجب الحد عليه أن يستتر بستر الله وأن لا يفضح نفسه وإذا عرض نفسه على القاضي أو على ولي الأمر أو على السلطان وجب عليه الحد إذا تغفرت الشروط وانتفت الموانع فمن ارتكب شيء من هذه القادرات فليستتر بستر الله وللأسف بعض الناس قد يقع في ذنب من الذنوب فيذيعه بين الناس إما من باب الفخر إما من باب التباهي والعياذ بالله إما من باب تهوين المعصية في قلوب الناس إما من باب بيان بأنه يعني متهتك وغير متقيد بتعاليم الدين أو بعادات الناس وتقاليد الناس مثل ما يحصل عند بعض الناس هدان الله وإياه وفي بعض الناس وللأسف قد يقع في الذنب فحرارة الذنب حرارة الذنب التي يشعر بها تجعله يذهب فيكشف ما ستره الله عليه من باب طلب يعني الطلب مثلا بعضهم يرى بأن إذا عذله الناس ولاموه تخف وطأة الذنب هذا غير صحيح أو بعض الناس يقول لك والله أنا فعلت كذا ماذا علي لا ما تقول هذا أمام الخلق والملأ إذا عليك التوبة إلى الله عز وجل وإذا يعني الشيطان يعني وسوس لك أنه لا توب لأسأل العلماء بشكل خاص وليس بإعلان فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون وفي لفظ إلا المجاهرين كل أمتي معافى إلا المجاهرون فالإنسان يتق الله الشاهد هنا قال لا يزن الزاني وهو مؤمن ذكرت هذه القاعدة يعني هذا الحديث ضمن القاعدة قبل قليل وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر رواه مسلم والنسائي رواه مسلم والنسائي ورواه الطبران في الأوسط ولفظه لا ينظر الله يوم القيامة إلى الشيخ الزاني ولا العجوز الزاني والعائل هو الفقير وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة يبغضهم الله البيع الحلاف والفقير المختال والزاني والشيخ الزاني والشيخ الزاني والإمام الجائر والإمام الجائر ورواه النسائي وابن حبان في صحيحي وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة الشيخ الزاني والإمام الكذاب والعائل المزهو العائل المزهو وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينظر الله إلى الأشيمط الزاني ولا العائل المزهو الأشيمط تصغير أشمط وهو من اختلط شعر رأسه الأسود بالأبيض هذه الأحاديث التي قرأتها أشاهد منها أن الله عز وجل لا ينظر إلى الشيخ الكبير في السن الزاني والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلام يعني الأحاديث هذه كلها بأن الله تعالى لا ينظر إلى الأشيمط الزاني ولا يدخل الأشيمط الزاني الجنة لا يدخل الجنة وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن هؤلاء يبغضهم الله هؤلاء من جملتهم الزاني الأشيمط الزاني ولا يكلمهم الله عز وجل نسأل الله العافية والسلام الشاهد أين الشيخ الزاني هذا والشاهد لأن البقية مر معنا يعني الملك الكذاب يعني هو لا يحتاج إلى الكذب الملك لا يحتاج إلى الكذب فإذا كذب لا ينظر الله إليه ويبغضه الله ولا يدخله الجنة العائل المستكبر وفي لفظ المزهو العائل يعني فقير متكبر على الناس ما يجتمل ما يجتمل فقير متكبر فقير عنده زهو عجب والعياذ بالله ولذلك هذا عقوبته أشد من عقوبة الغني المتكبر أو الوجيه المتكبر مثلا مع أن الكبر كبير من كبائر الذنوب كبير من كبائر الذنوب الشاهد إخواني بارك الله فيكم الشيخ الزاني لماذا؟ لأن في الغالب أن الإنسان كلما تقدم به العمر كلما خفت وانطفأت جمرة شهوته والإنسان كلما تقدم به العمر ينظر إلى أن حياته هذه ما بقي منها أقل مما ذهب ويرى بأن حان له وهو مسافر في هذه الدنيا أن يصل فالمؤمن يستعد للقاء الله عز وجل فإذا كان هذا الرجل في مثل هذا السن المتأخر الذي قد اشتعل رأسه بالشيب وحدود بظهره أو رق عظمه وقال أشيمط قيل الأشيمط هو الذي كما فسره الحافظ المنذري بأن الذي اختلط شعر البياض بالسواد وقيل الأشيمط في الجلد تظهر علامات إرتخاء الجلد وتلون الجلد كيف يزني هذا؟ كيف يزني هذا؟ هذا الأولى به أن يعتكف في المسجد الأولى به أن يكثر من الترداد على بيوت الله عز وجل الأولى به أن يلازم قراءة كتاب الله عز وجل الأولى به أن يرمي عن ظهره الأحمال والأوزار التي حملها طوال حياته الأولى به أن يصلح ما أفسده في حياته من علاقاته مع الناس الأولى به أن يوصي بثلث ماله لما بعد وفاته الأولى أن يعدل والأولى 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 فيأتي في هذا السن فيرتكب الزنا هذا شيء عظيم ولذلك استحق مثل هذه العقوبة نسأل الله العافية والسلام استحق مثل هذه العقوبة الشديدة العظيمة نعوذ بالله من غضبه ومن عقابه وللأسف قد يوجد بعض الناس الآن حتى أن بعض كبار السن هؤلاء المفتونين يفتح لنفسه وسائل الوقوع في الزنا من خلال النظر المحرم من خلال السماع المحرم من خلال الذهاب برجله إلى الأماكن المحرمة فهنا ربما يقع وربما يختم له بخاتمة السوء نسأل الله العافية والسلام وعن ميمونة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تزال أمتي بخير ما لم يفشوا فيهم ولد الزنا فإذا فشى فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب رواه أحمد وإسناد حسن وفي إسحاق وقد صرح بالسماء لا تزال أمتي بخير ما لم يفشوا فيهم ولد الزنا ولد الزنا متى يفشوا إذا كثر الزنا لأن الولد ثمرة اللقاء بين الرجل والمرأة الولد الآن هو ثمرة لقاء بين رجل ومرأة فإذا كان اللقاء شرعي زواج الولد نسبي ينسب إلى أبيه وإذا كان اللقاء محرم فإن هذا الولد ولد زنا فإذا انتشر أولاد الزنا وسببه اللقاءات المحرمة والزنا أوشك أن يعم الله عز وجل الأمة بعذاب نسأل الله العافية والسلام وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله رباه الحاكم وقال الصحي والإسنات يعني كأن أهل القرية يقولون ربنا أنزل علينا عذابك إذا ظهر من الظهور والفشو يعني خلاص أصبح أمر ظاهر مثل ما يعبرون يقولون ظاهرة ظاهرة يعني أصبح الزنا لا ينكر وهكذا هؤلاء ينتظرون عذاب الله عز وجل وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه ما ظهر في قوم الزنا أو الربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله نسأل الله العافية والسلام وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك العظيم ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليل تجارك رواه البخاري ومسلم ورواه الترمذ والنساء وزاد في رواية لهما وتلى هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا قال الحافظ الحليلة بفتح الحاء المهملة هي الزوجة هي الزوجة هذا الحديث عظيم حديث عظيم حديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله ابن مسعود أي الذنب أعظم قال الشرك بالله هذا أعظم الذنوب قال ثم أي بعدما قال إنه العظيم قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك القتل يأتي في المرتبة الثانية من حيث يعني عظم الذنب بعد الشرك بالله قال ثم قال أي قال أن تزاني حليلة جارك يعني زوجة جارك وهذا لا يعني إباحة الزنا مع غير حليلة الجار لا وإنما لبيان أن الزنا بالجارة أعظم من الزنا بغيرها الزنا بالجارة أعظم من الزنا بغيرها وجاء أيضا عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيام قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره نسأل الله العافية والسلام وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقي على أصحابه الأسئلة حتى يشهد هممهم ويرسخ ما يريد قوله في أذهانهم ولذلك سألهم ما تقولون في الزنا قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيام ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن الزنا بعشر نسوة على خطورته وأن الله حرمه وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه محرم إلى يوم القيامة أيسر عند الله من أن يزني الرجل بامرأة جاره وهذا فيه فائدة أيضا أنه يجوز بيان التفاضل بين الذنوب والمعاصي ليس من باب الفضل لا من باب بيان الدرجة يعني مثل النار دركات النار دركات فالدركة السفلة ليست كالدركة العليا الدركة النار اللي فيها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كذلك الذنوب كذلك الذنوب فذنب أيسر من ذنب وأهول عند الله من ذنب آخر جميع الذنوب أهول عند الله من الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به الشرك أعظم ذنب عصي الله به الشرك ولذلك بقية الذنوب أيسر أهول عند الله من هذا الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقا ثم الزنا كما ذكرت لكم يتفاوت الزنا يتفاوت الزنا كبير من كبائر الذنوب فالزنا بحليلة الجار عظيم أعظم من أن تزني بعشر نسوة من البغاية أو ليسوا من نساء الجيران لماذا؟ لما للجار من الحق الحق الجار له حق عظيم لذلك يجب على الإنسان أن يحافظ على جاره وأن يحافظ على حرمته الوقت أدركنا لعلنا نكون بهذا قد انتهينا أخذنا قدر لا بأس به وإن شاء الله نكمل الحديث في المجلس القادم حول هذه الذنوب والآثام ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ جميع المسلمين ونسأله جل وعلا أن يكفينا شرور أنفسنا والشيطان وأسأله جل وعلا أن يدلنا على ما فيه الخير والنجاة في الدنيا والآخرة إنه خير ومسؤول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر